بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا آثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى العرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة نسست أساس الظلم والجول عليكم أهل البيت وعلى الله أمة دفعتكم عن مقامكم وعزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها وعلى الله أمة قتلتكم وعلى الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريتو إلى الله وعليكم منهم ومن أشياعهم واتباهم وعونياغهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أول زياد وعول مرغان ولعن الله بني أمية قاطبا ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن ساغ ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجات وألجمات وتنقبت لقتالك بأبي أنت وامي لقد عظم مصاحبك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك يرزقني طلب ثالك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه الصلاة في الدنيا ومن آخر يا أبا عبد الله إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمته وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبل براوت من من قاتلك ونصب لك الحر وبل براوت من من أسس ومن أسس أساس الظلم والجور عليكم وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياكم وعلى أشياكم وإلى الله وإليكم منهم واتغربوا إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالات وليكم وبل براوت من أعدائكم وناصبين لكم الحرب وبل براوت من أشياهم وأتباعهم إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حربكم وبل براوت من أعدائكم وبل براوت من أعدائكم فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراهة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم غدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصاباً بمصيبته مصيبتم عظمها وعظم رزيتها في الأسلام وفي جميع السماوات والآخرة اللهم اجعلني في مقام هذا من من تناله من صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محيا يا محيا محمد والمحمد ومماتي ممات محمد والمحمد اللهم انها هذا يومون تبركت بهي بنو مهيا وابنو آكلت الأكبار اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موتن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العنب سفيان ومعوذية ويزيد ابن معوذية عليهم منك اللعنة وبد الوابدي وهذا يومون فرحت به آل زياد وآل مرها بقتلهم الحسين صلى الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم اني يتقرب اليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا ويوم حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمضالات لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العنب أول ظالم ظلم حق محمد وعول محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العسابة التي جاهدت الحسين وشاوعت وبايعت وطابعت على قتله اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهور ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدا به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن الزياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وعلى أبي صفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصابه الحمد لله على عظيم رتيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغرهود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عَلَيْهِ السَّنُونَ